الـ RTX 3060 Ti من أكثر الكروت التي حاولت التعديل عليها من قبل لكن بقت كل محاولات بالفشل ومؤخرا بعد جهد كبير استطعت أخيرا القيام بهذا الشيء السلام عليكم اليوم عن كرت الـ RTX 3060 Ti وسأظهر طريقة زيادة حجم الفيرام له وقبل البدء ففيديوهات تعديلات التي تراها هي فقط من التجارب التي نجحت فيوجد الكثير من التجارب التي وضعت فيها الكثير من الوقت والجهد ولم تنجح فمثلا حاولت زيادة حجم الفيرام لكرت الـ RTX 3060 Ti أكثر من ثلاث مرات في السابق ولم أنجح لهذا فدعمك بلايك ومشاهدة الفيديو للآخر سيكون دعم كبير للقناة للاستمرار في هذا المحتوى وبالعودة للتعديل فالشيء الذي حاوات القيام به من قبل هو تغيير شرائح الفيرام من 1 جيجا إلى 2 جيجا لكن عند القيام بهذا الشيء فدائما كنت أحصل على خطأ في 2 من الفيرام لكن هذه المرة قنت بشيء مختلف حيث نزعت قلب الخاص بكرت الـ RTX 3060 Ti كي أضعه في كرت آخر وهو الـ RTX 3070 حيث كل كروت بدءا من الـ RTX 3060 حتى الـ RTX 3070 Ti تحتوي على نفس الـ PCB تقريبا لكن هناك اختلاف وجدته فالمسارات الخاصة بالفيرام مختلفة تسبب ما في هذه الكروت وهذا الشيء لن يسبب مشاكل عند استخدام شرائح 1 جيجا لكن عند استخدام شرائح 2 جيجا يبدأ المشكل وأظن أن السبب هو الترتيب مسارات مختلفة في هذه الكروت الذي يحدث لسبب ما مشاكل عند وضع شرائح 2 جيجا من الفيرام وعلى كل حال نزعت القلب الخاص بكرت الـ RTX 3070 ثم وضعت بدلها قلب الخاص بكرت الـ RTX 3060 Ti ثم بعدها غيرت الـ BIOS الخاص بالكرت وقمت باختبال الفيرام الذي مر بدون مشاكل فجربت الكرت على الحاسوب وظهرت كل معلومات الكرت بشكل صحيح وزاد حجم الفيرام إلى 16 جيجا وبالانتقال لتجارب الألعاب فكالعادة ستكون بداية بلعبة Expedition 33 على الـ Epic Sitting وعطت الكرت على الـ 1080 بحوالي 46 فريم كمتوسط وعلى الـ 2K كانت نتيجة حوالي 30 فريم كمتوسط وهي ملعوبة نوعا ما وعلى الـ 4K وهي الضقة الوحيدة التي تستهلك فيها اللعبة أكثر من 8 جيجا في الفيرام كان الأداء حوالي 15 فريم كمتوسط والتجربة كانت سيئة وبالنسبة لباقي الكرت فلم يكن هناك أي اختلاف كبير على الـ 1080p وكما قلت سابقا فالسبب هو أن اللعبة لا تستهلك فيرام بشكل كبير أما النتائج 2K والـ 4K فسأضعها لكامل الألعاب في آخر الفيديو وثاني لعبة هي Kingdom Come 2 على Extreme Setting وإذا شاهدت الفيديوهات السابقة ستعرف أن هذه اللعبة تستعمل فيرام بشكل كبير جدا حيث على الـ 1080p كانت نتيجة حوالي 57 فريم كمتوسط وهي ممتازة وعلى الـ 2K حوالي 42 فريم كمتوسط وعلى الـ 4K كانت نتيجة حوالي 25 فريم كمتوسط ويمكن أن نقول عليها أنها أقل فريمات في ألعاب طور القصة التي يمكن أن تلعب اللعبة عليها لكن تبقى بالتأكيد تجربة سيئة وبالنسبة للألعاب الأخرى فهنا ظهر فرق كبير بين نسخة 18 جيجا حيث تفوقت الـ 1060 Ti نسخة 16 جيجا بحوالي 30% نسخة 8 جيجا وهذا الفرق كبير جدا وهذه اللعبة بالضبط تظهر كيف أن الفيرام لديها تأثير كبير خاصة عند رفع الإعدادات وثالث لعبة هي Indiana Jones على السيبريم سيتينغ وعطت الكرت على 1080 بحوالي 74.6 وهذه اللعبة لا تعمل أصلا للـ 1060 Ti نسخة 8 جيجا في أعلى الإعدادات وعلى 2K كانت نتيجة حوالي 56.6 وعلى 4K كانت نتيجة حوالي 35 فريم كمتوسط وهذه النتيجة مقبولة وبالنسبة لباقي الكروت فكانت نتيجة الكرت قريبة جدا للـ RX 1700 XT وأفضل من الـ RTX 1080 في متوسط الفريمات لكن أفضل في الـ 1% لو ورابع لعبة هي Marvel Spider-Man 2 على الفيري هاي سيتينغ وكانت نتيجة الكرت على 1080 بحوالي 90 فريم كمتوسط وعلى 2K كانت نتيجة حوالي 62 فريم كمتوسط وعلى 4K كانت نتيجة حوالي 35 فريم كمتوسط وهي مقبولة وبالنسبة للكروت الأخرى فكان هناك فرق واضح بين الـ RTX 3060 Ti نسخة 8 و 16 جيجا حيث فوقت نسخة 16 جيجا بحوالي 14% تقريبا في حين كانت متساوية في الآداء مع الـ RTX 3070 Ti تقريبا وخامس لعباية Monster Hunter على الإترا سيتينغ وعطت الكرت على 1080 بحوالي 51 فريم كمتوسط وعلى 2K كانت نتيجة حوالي 39 فريم كمتوسط وهي نتيجة جيدة وعلى 4K أعطت الكرت حوالي 25 فريم كمتوسط وهي الحد الأدنى كي تلعب أي لعبة فردية كما قلت سابقا وبالنسبة للكروت الأخرى فكان هناك فرق كبير بين الـ RTX 3060 Ti نسخة 8 و 16 جيجا حيث فوقت نسخة 16 جيجا بحوالي 27% تقريبا ورغب أن النتيجة كانت قريبة للـ RTX 3070 Ti إلا أنها كانت أفضل بشكل كبير في الـ 1% لو يعني ستظهر أن اللعبة سلسة بشكل كبير في الـ RTX 3060 Ti نسخة 16 جيجا وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster للإترا سيتينغ باستعمال 50% ريزولوشن سكيل وعطت الكرت على 1080 بحوالي 61 فريم كمتوسط وعلى التوكي كانت نتيجة حوالي 45 فريم كمتوسط وعلى الفوركي وهي الدقة الوحيدة التي تجاوز فيها استعمال فيرام أكثر من 8 جيجا كانت نتيجة حوالي 29 فريم كمتوسط وبالنسبة للكروت الأخرى فلم يكن هناك أي تغيير كبير في النتيجة والسبب أن هذه اللعبة لا تستعمل فيرام بشكل كبير جدا لهذا فهذا الشيء متوقع وبالنسبة لمتوسط الألعاب التي جربناها اليوم على 1080p بدون احتساب إنديانا جونز فتفوقت RTX 3060 Ti نسخة 8 جيجا على 16 جيجا بأكثر من 8% في حين كانت RX 1700 XT قريبة جدا لها في الآذاء أما على التوكي فقد تفوقت RTX 3060 Ti نسخة 16 جيجا على RTX 3070 بفارق قليل في حين كانت قريبة جدا للRX 1700 XT أما على الفوركي فتغيرت النتيجة قليلا فقط حيث أصبحت RTX 3060 Ti متفوقة قليلا على الRX 1700 XT في حين تفوقت RTX 3070 بأكثر من 16% ويمكن أن نقول أن الفيرام جعلت بعض الألعاب ملعوبة على الفوركي لكن لعبة مثل Expedition 33 فرغم زيادة الآذاء الكارت إلا أنها تبقى غير قابلة للعب على نسختين 18 جيجا إلا إذا تم إنقاس الإعدادات وكما رأينا سابقا فبعض الكروت سيجب تغيير PCB لها كي نتمكن من زيادة حجم الفيرام فمثلا كروت مثل RTX 3080 يمكن زيادة حجم الفيرام لها بوضع القلب الخاص بها في كارت RTX 3090 أما كارت مثل RTX 3070 Ti فلس متأكد إن كانت توجد PCB خاصة بها لأنها تستعمل فيرام من نوع GDDR6X ويوجد كروت مثل RTX 4090 تم تحويلهم إلى 48 جيجا وهذا بصناعة Custom PCB في الغالب تم نسخها من أحد كروت الكوادرو وهناك سؤال يصلني كثيرا عن إن كانت هذه التعديلات تستحق أو لا والجواب بكل بساطة في الغالب لا والسبب هو ارتفاع أسعار هذه الكروت والقطعة الخاصة بهم وكما قلت سابقا فأنا أحاول كثيرا التعديل على هذه الكروت لكن الأمر صعب ولا ينجح دائما وستطعت القيام بهذا الفيديو لأن أحد الأشخاص تبرع لي بكارت RTX 3070 التي صلحتها من قبل وسمح لي بتجربة القلب الخاص بكارت RTX 3060 Ti وهذا الشيء الذي مكنني للقيام بهذا الفيديو وفي الآخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام